بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد. اه النهاردة هنتكلم عن عطايا الميت. اما شوف ان الميت بيعطيني حاجة او بيديني حاجة. او اه ان الميت بياخد حاجة. اه بصفة عامة عطاء الميت طبعا خير. لو كان اه الحاجة اللي بيديها للحي اه دي فيها صلاح. يعني حاجة كويسة عادية معروفة. يعني حاجة فيها خير. فهو خير. لو كانت حاجة اه عوزو بالله شر او حاجة فده بصفة عامة هتكون شر. كمان اخذ الحاجة اقصي حاجة الميت لما ياخد حاجة من الحي ده دي اللي سيئة جدا. اول حاجة لما نشوف اه هنفسر اهم يعني الرؤى اللي ممكن نشوف فيها اه اه متوفي بيدي حاجة للحي او الحي بيدي حاجة للمتوفي. اول حاجة لما نشوف الميت اه بياكل اه من الطعام اه بتاع الحي. يعني الميت بياكل من الاكل بتاع الحي. فده معناه مقص في مال الشخص الحي بقدر ما اكل المتوفي. اه العكس بقى لو شاف ان الشخص ده او المتوفي ده هو اللي بيدي له الاكل. فده معناه رزق وخير جدا ورزق كتير من حيث لا يحتسب. يعني الرأي ما كانش عامل حسابه خالص في الرزق ده هيجيله اه من حيث لا يحتسب. اه لو شاف المتوفي ان هو الحي انه المتوفي اديه له مثلا لبن. فده اه معناه علم و اه رزق. كمان لما يشوف انه هو اديه له فكهة. يعني يشوف المتوفي ده اديه له فكهة. فده طبعا سواء زواج اه ومتع اه في الحياة. كمان اه لو شاف انه هو اديه له مثلا عصير اي نوع عصير فده معناه رزق. اه والرزق ده هيكون سهل المنال يعني هينوله بسرعة. اه لو شاف يعني الشخص الحي انه بياكل مع متوفي فده طول عمر للحي. كمان اه لو شاف الشخص ده انه بيعطيه المتوفي بيعطيه حاجة فده من الرؤى المحمودة. لكن من الرؤى السيئة انه ياخد اه منه حاجة. اه فعطاء الميت فهو خير. اه بيعتبر اه رزق او حاجة من حيثه لا يحتسب. يعني انه هيجيله رزق اه هيجيله اه شيء من حيثه لا يحتسب. هو مش عامل حسابه. اه لو شاف المتوفي انه الحي انه الميت بيتديله اه عسل. اه فده معناه انه هو هينال اه سروة او هينال اه غنيمة. اه و هتكون برضو من حيثه لا يحتسب. يعني هيكون هو مش عامل حساب. اه كمان اه لو شاف انه الميت بيديله اه بطيخ. الحقيقة البطيخ من الحاجات اللي سيئة جدا. فده معناه هم اه ومرض. اه كمان من الرؤى اللي سيئة اللي احنا ممكن نشوف المتوفي بيديهانا انه احنا نشوفه بيدينا اماشة اه او قطع من من الاماش. اه مثلا بتكون نبيضة فده معناه للأسف اه ده كفن. اه اللي شوف المتوفي انه هو بيعزه او بيقول له نصيحة يعني فده دليل على صلاح حال الحي صلاح في دينه. اه كمان اه لو شاف ان المتوفي يعني الحي ان المتوفي بيدي له هدوم او ملابس. الملابس دي هو ما لبسهاش. يعني خطها ما لبسهاش فده اه بيدل على اه على ضرر في ماله او على الاسف على مرض. ولكن المرض ده هيشفى منه اه سريعة. سريعة يعني. كمان اه عطايا الميت اه لو شافوا انه هو ادي له اه خبز او ادي له عيش. فالخبز مال ورزء. اه كمان من حيزه لا يحتسب. اه لو شاف انه هو ادي له مال. يعني لو شاف الحي ان المتوفي ادي له مال. اه فده انه هيسلم او هينصر على حد اه صلمه. او على ظالم يعني هيسلم هيسلم من شخص صالق ظالم او اه هينصر على عدو. اه لو شاف اللي هو الحي ان المتوفي ادي له اه ريحانة. اللي هو ريحان. اه فده بيدل على ان المتوفي ده اه في في الجنة. يعني نحتسبه عند الله خير يعني. اه لو شاف انه هو ادي له اه شراب. يعني اه عصير مسلا او حاجة يشربها يعني فده معناه ان هو الشرق المتوفي ده بيأمره انه ينهيه عن اه منكر هو اه بيعمله. اه لو شاف انه هو ادي له طعام. الطعام طبعا بيكون اه رزء. لو رأى الحقيقة ان الميت بيدي له شيء آآ ياكله او شيء آآ يشربه. آآ فده الحقيقة آآ آآ يعني آآ هيكون ضرر آآ في ماله. يعني لو شاف الحي ان هو ادي للميت. مش العكس. مش الميت اللي ادي له. لأ الحي هو اللي ادي للميت. آآ ادي له مسلا اي حاجة يكلها او اي حاجة يشربها. فده معناه ان فيه ضرر في ماله. بقدر اللي اخده منه المتوفي. كمان لو شاف المتوفي انه اكل آآ من طعام الحي او قدم له طعام فده برضو آآ ضرر هيسيب ماله. برضو بقدر ما اكل المتوفي من الطعام ده. آآ لو رأى الميت ان هو آآ بيدي له العكس بقى. العكس لو شاف الشخص الحي ان الميت هو اللي بيدي له. آآ طعام او شراب اي حاجة من الاطعيمة غير البطيخ. آآ يعني اي فكهة او اي طعام غير البطيخ فده آآ معناه انه هو ده رزق وهيكون رزق آآ برضو من حيث لا يحتسب يعني. يعني رزق كان بيفتكروا ان هو آآ ميت مش مش هيجيله. هو مش مش حاطه مش حاطه في مياغه يعني. خلاص معتبروا ان هو استحال انه هيجي فهيجي. دايما الميت اما بيدي بيدي حاجة بتبقى الحاجة دي آآ ميتة مستحيلة انها تحصل. او الرأي طبعا ما فيش مستحيلة على ربنا بس الرأي بيبقى فكر انه هي مستحيلة يعني. آآ اللي شاف الميت بيدي له آآ 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 جديد. يعني حاجة جديدة اميس اميس هو اميس الميت بيدي له اميس الميت للحي اميس هو يعني اميس الشخص المتوفي ده. فده معناه ان الشخص الحي ده هيعيش نفس العيشة اللي كان عيشها الشخص اللي هو توفد. آآ لو ادي له اميس يعني لو طبعا ده لو كان اميس جديد ونضيف. طب لو ادي له اميس بس الاميس ده وسخ او متوسخ او مش او ممزق. فالاسف ده فقر. يعني ده فقر للحي. آآ العطايا بقى الميت للعزباء. لو شافت العزباء ان هو آآ ان حد متوفي بيديها حاجة. مسلا بيديها طعام. او بيديها خبز. فده دليل على آآ زي ما قلنا ده بيبقى رزق. وكمان للعزباء بقى اللي هي مش متجاوزة فده دليل على كرب آآ زواجها ان شاء الله. آآ لو لو البنتي دي رفضت ان هي تاخد الحاجة دي او ما خدتهاش منه. يعني هو يعني جيت ديها الحاجة دي هي رفضت خدتها فهي رزق لها وكرب لزواجها. لكن لو هي رفضت ان هي تاخد الحاجة دي. آآ فده آآ معناها ان البنتي دي هتمر بفترة فيها هم وحزن آآ كتير. آآ لو اديها اموال. يعني لو الشخص المتوفي ده اديها اموال. آآ فده دليل على ان هي هتحصل على عمل. والعمل ده هيكون آآ ليها مركز مرموك. او لو كانت هي شغالة فده دليل على الترقية. وان هي هتحصل على مركز آآ مرموك. آآ المرأة المتزوجة لو شافت المتوفي بيديها آآ شيء آآ مثلا اي شيء يعني ف وهي منتظرة حمل. فده دليل على ان ان شاء الله قريبا هايحصل حمل او هتحمل. آآ المرأة الحامل لو شافت الرجل شافت الميت بيديها الشيء والشيء ده محمود زي ما قلنا اي حاجة غير البطيخ. آآ فدي سهولة آآ بيرمز لسهولة في الولادة. ان هي هتولد بشكل آآ سهل. آآ بالنسبة للرجل اللي يشوف آآ انه في حد متوفي بيديله حاجة آآ الرجل يعني. آآ ده دليل على ان ربنا ان شاء الله هيفتح له باب رزق جديد وكمان هي آآ هيبقى آآ للرجل. آآ ده كده اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها وتكون خاصة بالمتوفي. آآ اهم الرؤى اللي احنا ممكن نشوفها خاصة بالبعطايا الاموات. آآ بشكركم جدا وتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. نشوفكم ان شاء الله آآ في فيديو جديد مع السلام.